ازايكم وعملين ايه? يا رب تكونوا بقى الفخير. واهلا بيكو في شقة جديدة وشقة نهاردة قمة في الترتيب والشياكة والرقة والفخامة في نفس الوقت. شقةنا زي ما انتم شايفين كده ده المدخل بتاعها شقةنا نهاردة من الاراء. صاحبة الشقة زوقها مختلف تماما زوقها ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ده مدخل البيت كده في مرايات مرايات جلاهدية ومرايات مكتوبة عليها آيات قرآنية. ده المدخل. ودائما انا بقول لكم ان المرايات بتدي احساس حلوة قوي في الحيطان بتدي وسه وبتدي شكل الشيك قوي. وفي نفس الوقت مش مكلفة لو هتعمليها كحاجة انتيك او كمكان طبلوف حلوة جدا هي طبعا كمان مهتمية بالزرع. شايفين بقى المدخل كده حجر وهنا بعض الزرع. هندخل هنا كده بقى في هي عندها اخطر من ده اول مع الصفرة مع ترابيزة المطبخ. المطبخ مفتوح على على الصالة. بصوا كده جاولة كده سريعة فيه. هنبدأ ناخد التفاصيل الكراسي بتاعته. كان ترتيب المطبخ بتاعها مختلف تماما. حتى حفوض سماك كده وفيه اضاءة تحت المطبخ. اه المطبخ ده وحتى جزء تحت السلم ده هنشوفه بعدين. هنا بصوا الانتريكا بوتنية. اللي باللون الجري الغامق مع الجري فاتح. كوشنزي بقى اه قفايت مع جري مع اسفة اخضر. الترابيزة كمان شكلها حل. بصوا بقى ترتيباتها. فنشوف بقى تنسيقاتها للصفرة عندها قولة نوم خطيرة. قولة نوم بتاعتها شيء قوي قوي يعني يعني صاحب الزوق رفيعي جدا بجد. الصفرة برضو واخدها نفس السلون الانتري. اهو الجري الغامق. بصوا. ده السلم داخلي. حط فيه اضاءة. تحت السلم هي مستغلية. حط فيها سفير. بصوا كده. الشكل ده حلو قوي. وحط فيه حجر وشموع. والخضر اللي انتم شايفينه ده. حطونا لايك للفيديو الحلو قوي ده. وقبل ما نبدأ الفيديو كده بسم الله. ونقول اللهم بارك وربنا يسعده رب. والاول مرة يشوفنا في القناة ياريت تشترك معنا. بصوا كده ده الانتريه التاني باللون الكوحلي على ازرق كده. انا شخصا بحب اللون ده او في الانتريهات. طبعا عندها اطلالة على حديقة. بصوا هنا او العسفقات بس العسفير بقى اجور ومنسي جدا هي عاملة بيتها. بصوا بقى الفيو حلو جدا. ده كوردستان على ما اعتقد السلمانية. مش عارفة السلمانية اللي بقى طبعا كوردستان ولا فين بالضبط. بصوا هنا بقى الانتريه اهو. اه فيه اللون الجولد رجلين بتاعته. كمان عاملة المراية بالترابيزة اللي تحتها بالجولد. مع المبخرة. مدخلها الجولد اساسي مع اللون الكوحلي. حتى الطابلوهات اللي مكتوبة على ايه الكورانية برضو جولد. الكوحلي بيليه جدا مع القفايت وبيليه مع اسفة مع الجولد وبيليه برضو مع السيلفر. السجادة جولد في نفس اه تشكيلة او الوان الكوشنز. بصوا بقى كده الجمال. بصوا بقى تنساءاتها وتجهيزاتها واللمسات اللي هي بتحطها. هي بتتكلم ان كل بتقول ان الطعم ده كمان الانتريه ده. آآ بتحبه جدا بتحب تفاصيل القدريه قوية بتحب كل قطعة اساس هي مختراها بزوقها ببيتها. بصوا من من جمال البيت بقى ان هو بسيط وشيك اوف نفس الوقت. بصوا بقى قلت النوم دي تحفة. رقم انا مش بحب الحاجات الغامقة لكن قودة النوم ده اختف قلوبكوا كده بصوا. الاسود مع الجولد رائع. كل تفصيلة في القودة مختراها بعناية. الدولاب آآ في مرايات آآ مدحلة في الجولد كذلك التوتيك كبير. الستاير برضو اسود في قفايت. بصوا بقى طاقم السرير عامل ازاي تحفة. ما فرش السرير والكوشنز. الفوانيس برضو باللون الجولد. بجد شابو ليك على اختيارك الالوان قط النوم. القوضة قيمة جدا. يعني انا مش بحب الالوان اللي غام اخصان في قوض النوم لكن هي بصراحة مختراها بعناية دقيقة. والقوضة مش رغم ان هي غام انا مستحش ان هي قفلة. هي مفتحة بالكوشنز. مفتحها باللون الجولد اللي مدخلها. السجات فاتة. حلسة تاير برضو دخلة فيها الامن الفتحة. ده قوضة آآ بناتها عندها بنتين. ربنا يبارك. اللهم يبارك. ربنا يسعدهم يا رب وسعدها. آآ هي طبعا يعني حتى مشغلها قونيت يا بنات بناتها على الفيديو ده. القوضة كلها طبعا يعني من القوضة. بصوت حساس شباب مش اطفال قوي لكن هي حاجات لمسات صغيرة جدا. وده الجميل ان انك لما تعمل قوضة الاطفال ما تبقاش كل التفاصيل لها حاجات اطفال. يمكن تحط لهم دباديب والحاجات زي ما هي حطة كده والحاجات البسيطة دي لكن اساس القوضة يعني هي لو حشت اللعب بتاعتهم بتحس ان هي قوضة شبابية عادية واقوضة بنات كبار. بصوا القوضة. اهان. السريم بتاجد كابوتينيب. مع اللون بقى الخشبي كده السرير والكمود برضو الدولاب ابيض ومدخلها في برضو لون الخشب. بصوا الارفوف دي برضو. وهنا حطا لهم السور بتاعتهم حلوة قوي بشكل جميل. بالجميع انك تختار الاقوضة ما يكونش ملتزمة بسن معاين والاطفال. يعني الاقوضة ممكن تستمر معامهم مراقين. مش هتقول لا. ايدي شكل الاقوضة تاني كده بصوا. دي المكتبة. اه الاقوضة سنبل قوي بس شي كرياة في نفس الوقت. تسلم ايديها بجد ويسلم ذو. وهي مخترق كل قطعة اساس شاقتها بعناية. كده بقى عندي ام عادة بتقول الاقراض في نص شعبان زيت اوقت اللي احنا فيه كل سنة وانتو طيبين ربنا عيد عليها الامة الاسلامية الايام دي بخير يا رب. بيجهزوا حلويات كده ومن الجيران بيخبطوا الاطفال الجيران وياخدوا من الحلوات دي عادة في نص شعبان. بصراحة عادة حلوة برضو. اها. يعني اعمل ده في الجنينة. ده شكل الحلويات مع الشموع مع اللي عبصوا بقى. تجهيزات الصفرة نعديكم اكتر من شكل التجهيزة للصفرة. شان بقى فيه ناس بتحب تاخد افكار لتجهيزات الصفرة ومنديل الصفرة وتوضيب الصفرة. بصوا هي حتى في النص كده الشمع ده. مع الحجر اللي تحت كده. هنا عاملة سيرفيزات معدن. هي عاملة عزومة. نجي بقى لانتريه التاني ده بصوا. آآ باللون المستردة مع القفايت. وعملة شمعدان برضو باللون السلبر. الاية الكرآنية اللي وراء كل ولو احد باللون السلبر حلوة قوي. الاية دي شكلها حلوة جدا. قطب له كشكل مئات الكرآنية حلوة جدا جدا. نحن سؤالة بسيطة. وتليقى على اي حيطة وتليقى كمان مع اي دي شور سواء كانت بالسلبر او بالجولد. واختيارها للالوان. لايكاتكم الاومر بعد الفيديو ده. وشوفت علاقاتكم الجميلة. جاريت اللي مشتركش معنا في القناة يشترك. اكيد هيستفاد من الافكار اللي بنقدمها. بصوا يا جمال للالوان. وشوف نبقى الفراشات اللي على الحيطة هنا باللون برضو السلبر. هنا برضو شكل الاشكال تجهيز الصفرة. بصوا. حلوة قوي قوي اللي هي عاملها ده. الاطباق اولا شكلها حلوة جدا. الانتي كلفه النص حلو كمان ومعبر قوي. نبقى الجمال يا بنات. ده بقية المائدة اللي كانت عاملها من شوية اهو. ده هنا بقى في المطبخ ده المطبخ يا جمال اللي هو مفتوح على الصلاة متجهز فطار. بصوا. فكرة ان هي تستغلة تحت السلم تفكرة حلوة جدا. هنا بقى برضو فطار البرات شكله شيك قوي. اهو معدن. وطبعا شكل يعني هم برضو اخدير من ثقافة الاطراك هم معشان قريبين لبقى ثقافتهم اربع. فكرة البرات بقى في مياه سخنة. والشاي متخمر. مع زمان شافين كتاب المقبلات دي. اهو. والبيض بالشكل ده. حلو قوي شكل السرفيز ده. آآ كمان يا بنات لو حابين تاخدوا افكار لتجهيز الفطار بقى لعرائس الجداد وكده. او لو عندك اطفال بشكل موهج شايفة شكل السرفيز وفي مص الشاي. حلو قوي. بصراحة انا معجبة جدا كمان بالعراقيات قوي. آآ وتنظمهم وترتبهم واهتمامهم بالتفاصيل. ومعجبة وانا بصراحة ببقى سعيدة جدا وانا بقى اشواء بتاعتهم بستمتع. وهما بتكلموا عن بيوتهم وبتكلموا بحب. وآآ ودايما بدخلوا آآ الدين والمناسبات الدينية في كل تفاصيل حياتهم اليومية وده حاجة جميلة جدا انت ربطي اولادك بالمناسبات الدينية بالشكل اللي هما بيعملوه ده. طوار عنا بيعملوه بشكل مختلف شوية. افقد. لحد يصاح اللي بقى له حد عراقي بتفرج وقلنا الاكلة دي ايه? وده شكل الصف.